الاقتصاد العالمي بعد جائحة كورونا أبرز ما تضمنه هذا التقرير بداية هو رأى أن الاقتصاد العالمي سيحقق نموا خلال العام الحالي بـ 5.4% يعد ذلك تحسنا ملحوظا عن الانكماش الذي عناه العام الواضي من المتوقع وفق التقديرات أن تشهد الصين والولايات المتحدة نموا اقتصاديا بـ 8.2% و 6.2% على التوالي لكن الأمم المتحدة حذرت في تقريرها من أن الانتشار البطيء للقاحات في البلدان النامية سيعيق انتعاشها الاقتصادي وحذرت أيضا من أن التوقعات الاقتصادية لبلدان جنوب آسيا وإفريقيا أمريكا اللاتينية هشة ولكن أيضا غير مؤكدة والتوقعات للقارة الأوروبية بدورها ليست مشرقة وفيما يتعلق بالتجارة الكهربائية والإلكترونية فقد تجاوزت بالفعل مستويات ما قبل الجائحة مدعومة بالطلب القوي على المعدات الكهربائية والإلكترونية وأيضا معدات الحماية الشخصية وغيرها من السلع المصنعة في المقابل لا تزال التجارة في الخدمات مقيدة بالشروط والإجراءات المفروضة على السفر الدولي وتوقفت الصادرات من إفريقيا وغرب آسيا ورابطة الدول المستقلة وتشدد مختلف التقارير الدولية على الأثار السلبية لعدم المساواة في توزيع اللقاحات وخلص أحدثها إلى الدعوة لصياغة سياسات أكثر مرونة وشمولية للدفع قدما بعجلة الانتعاش الاقتصادي العالمي للحديث أكثر ينضم إلينا من لندن مدير المركز العالمي لدراسات التنموية صادق الركابي أهلا وسهلا بك أستاذ صادق يعني أود أن أنقل لك بداية سؤال زميلة شانتال هل هذا يعني أننا أمام تعافن تام وشامل مساء الخير أولا هو التقرير يعني يرسم ملامح متفائلة ولكن تفاؤل حذر لأنه إذا نظرنا إلى التقرير نرى أنه يعطي شبه توصيات باتجاه مثلا تسريع توزيع اللقاحات والتكافؤ في توزيع اللقاحات بين الدول الغمية والدول الفقيرة يوصي مثلا بأن يكون هناك إعادة جدولة وإعفاء لأديون بالنسبة لأدول الفقيرة حتى تتمكن من سدات فاتورة اللقاحات أو مثلا دعم اقتصاداتها كما أنه يحذر من أن بعض القطاعات كما تفضلتم حتى الدول المتقدمة كالاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية ما تزال تعاني من تباطؤ كبير كقطاع الخدمات كقطاع السفر والسياحة وهذه أيضا سوف تنعكس ليس فقط على هذه الدول وإنما حتى على الدول في النامية التي تعتمد على عائدات السياحة لكنه من جهة أخرى بالفعل يرسم ملامح متفائلة بالنسبة للدول التي هي أكثر مرونة يعني في منطقتنا مثلا هناك تفاول بانتعاش منطقة الخليج لأنه يقول بأنها منطقة أكثر مرونة من غيرها استفادت من ارتفاع عائدات النفط وبالتالي هي أكثر قدرة على سرعة توزيع اللقاحات والتعافي من دول أخرى في منطقتنا العربية كشمال إفريقيا التي تعتمد على الاستثمارات أو العائدات السياحية بما أن الاقتصاد العالمي ككل اليوم تضرر وكان لتدعيات كورونا أثار كبيرة عليه لأي مدى برأيك الدول قادرة اليوم على إعادة جدول ديون الدول الفقيرة كما ذكرت بداية يعني في مبادرة مجموعة العشرين الأخيرة التي عقدت في المملكة العربية السعودية كان هناك اختراح وافق عليها الدول بإعفاء دول تصل عددها إلى 17 دولة فقيرة من ديونها وإعادة هيكلة ديون أخرى وهذا أمر جدا مهم بالنسبة لهذه الدول إذا ما استمرت حالة الدعم أيضا لتصل إلى القطاعات الصحية لأن مبادرة كوفاكس المخاصة بالتكافؤ في توزيع اللقاحات ما تزال تعاني من تباطئ وبالتالي عملية دعم كوفاكس لتوزيع اللقاحات بشكل أسرع سوف تعني أن هذه الدول تتمكن من الاستفادة مثلا من تراجع الدولار الذي نراه اليوم بسبب حزم الإنقاذ في سياسة بايدن وتمكنها من سداد ديونها في العامين القادمين على الأقل تقدير خدمات الديون وليس الديون بكاملها هذا الأمر جدا مهم وأيضا صندوق النقد الدول يقوم أيضا بتوسيع حقوق إعادة السحب بالنسبة للأعضاء وبالتالي هو يمنح المزيد من الأموال لكن أمر آخر جدا مهم هو قدرة الدول على استيعاب التضخم لأن عملية توزيع أو زيادة تيسير الكمي سوف تعني ارتفاع التضخم وبالتالي ارتفاع الأسعار بالنسبة للإنفاق الاستهلاكي وهذا ينعكس سلبا بارتفاع البطالة وأيضا فاتورة باهظة بالنسبة لهذه الدول التي تتراجع القدرة الشرائية لديها كيف نفسر أن هناك مثلا بحسب أيضا التقرير التجارة الكهربائية الإلكترونية يعني الطلب موجود بطبيعة الحال لكن كيف نفسر أنها عادت إلى مستويات ما قبل الجائحة هل هذا أيضا يدفعنا إلى التفاؤل أكثر بأن هناك ربما قطاعات أخرى ستكون تالية صحيح نحن رأينا بعض أرقام الإيجابية في قطاع التصنيع في الاتحاد الأوروبي ورأينا زيادة الطلب في الصين وهذا سوف يزيد من الطلب على التجارة الإلكترونية على أشباه الموصلات بالنسبة لقطع غيار السيارات على تصنيع السيارات الإلكترونية أيضا لا ننسى سياسة التعافي الأخضر التي ينتهجها الاتحاد الأوروبي أو سواء كانت أيضا قبل الولايات المتحدة الأمريكية سوف تزيد من الطلب على أشباه الموصلات والتجارة الإلكترونية وأيضا تقليص الفجوة الرقمية بين الدول أيضا سوف يساهم في هذا الأمر لذلك بالفعل هذه النقطة تعطينا بعض التفاؤل ولكن أيضا هي نقطة حرجة بالنسبة للدول التي لا تريد أن تعتمل في سلاسل التوريد على آسيا والصين تحديدا وبالتالي تكون رهينة لهذه الدولة وهناك محاولات الآن لعادة هيكلة سلاسل التوريد قد تكون مكلفة ولكنها أيضا تعطي تفاعل بأن الاقتصاد العالمي في إطار إعادة هيكلة نفسه والتغلب على معضلة الفيروس برأيك اليوم أيضا بحسب التقرير يقول أن هناك دعوة لسياغة سياسات أكثر مرونة وشمولية هنا الموضوع يتعلق بتوزيع لقاحات كورونا إلى أي مدى برأيك هذا الموضوع يعني يجب أن يتم في ربما في النصف الثاني من 2021 كي تستطيع الدول المتأخرة نسبيا باللحاق بغيرها صحيح هذا أمر جدا مهم إذا نظرنا إلى توزيع اللقاحات في العالم نجد أن الحاجة العالمية للقاح هي تفوق الضعفي الحاجة أو الإنتاج الفعلي أيضا إذا نظرنا إلى قارك أفريقيا نجد أن كل واحد من 100 حصل على اللقاح وهذه نسبة ضئيلة جدا من نسبة للدول الأخرى مبادرة الرئيس بايدن عندما قال بأنه يدعم أن لا يكون هناك احتكار لحقوق الملكية بالنسبة للقاحات سوف تساهم في دفع عجلة توزيع اللقاح أو تصنيعه في دول أخرى وبالتالي التغلب على المعضلات اللوجستية وأيضا معضلات الطلبيات المتراكمة وللتشكل اختناقات في إنتاج اللقاح لأن الدول لم تطلب فقط حاجتها للسكان نفسهم الدول طلبت ثلاثة أو أربعة أضعاف حاجة سكانها للتغلب على مثلا موجات جديدة هذا أدى إلى عجز الشركات المنتجة للقاحات الآن عملية توزيع تصنيع اللقاحات إذا ما وافقت عليه شركات الدواء سوف تساهم بشكل كبير في تسريع عجلة الانتعاش الذي نتوقع أنه في أحسن الأحوال سوف يكون انتعاش وتعافي حقيقي نهاية العام 2023 طيل هذه الفترة سوف يكون هذا مجرد تشافي أو مجرد محاولات لانتعاش أما الانتعاش حقيقي نهاية العام 2023 شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا من لندن مدير المركز العالمي للدراسات التنموية صادق الركابي شكرا جزيلا لك